الفضيحة المائلة فضيحة بقى ايه اللي هي انه من الالفين وسبعة يا استاذ مطلع التفتيش المركزي انا بحكيك بالوراق والمستندات اللي موجودة متلو حكيناك هون عم نحكيك هون تفضل هيئة التفتيش المركزي بالالفين وسبعة مطلع بالاجماع بالاجماع دينته لا الاستاذ فتوش يعني كامل اعضاء التفتيش المركزي من القضاء هي خلينا عدل لكيه هيئة قضائية طبعا اللي هنه المفتش العام عضو الهيئة ريدا سعادة مفتش العام عضو الهيئة صلاح الدناف رئيس التفتيش المركزي جورج عود بالالفين وسبعة بالالفين وسبعة ادنته بالاجماع بالاجماع ببيروت انه الارباح المحققة من العام الخمسة وتسعين لحتى الالفين واثنين تاريخ اقفال الكسرات اللي هو عم بقول عم بطالب فيها والتي لم يصرح عنها كان يجب ان تبلغ ميتين واربعة وثمين مليون دولار ارباح شوف الجبل كيف تعمل لا 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 ارباحه هيدا فقط حتى الالفين وسبعة فان الضرائب والغرامات اللي تنص علي القوينين المتوجب على الارباح لحد الوقت هيدا عندك تنين واربعين مليون ضريبة وعندك الغرامات تمانمية وثلاثة وخمسين مليون هيدا شخص كان لازم يدفع تمانمية وستة وتسعين مليون دولار للدولة تفتيش مركزي مين مغطي مين مين اللي موقفة مين مين المنفذ مين يا استاذ عبدالله مين القضاءة اللي اشتغلوا على هيدا الملف مين الخبراء اللي عملوا اللي ارزوروا كل العمليات مين الموظفين والمسؤولين مين اللي مش بس القضية فتوش هيدا العملية مش بس القضية القضية هي مين هود اللي اشتغلوا فيه ومعاملوا منفذوا تفضل عددا كبيرة من الشاحنات التي طالب فيها الأخوان فتوش بالتعويض لأضرار ناتج عن توقف عن العمل مباع ومتوقف عن العمل ومسجل كأنقاض من قيود هائة إدارة السير والمركبات تبي هاي دي بالالفين وسبعة عم تقالب وقالب شو بالتعويضات عنه لأنه وقفين عشانه عنقاض موجودين بهائة إدارة السير يا السياس بهاي دي بالالفين وسبعة هلا نهاء الفين ونتساطعش وبعد ما دفعش فيه منهم الفين ونتساطعش طب لك كان